اول حاجة نعود ان هنيو انس جابر وكل المشاجعين متاع انس جابر بالانتصار الكبير متاع مبارح فريمون انتصار اكسيبسيونال بتباعة بسبب عدة عوامل مبينها بسبب الاتدسانتين تاع انس جابر والارهاق الكبير اللي ظهر عليها بسبب قوة المنافسة ايجالما وشارستها فريمون مبارح كانت منافسة بئتم معنى الكلمة انفان دونك بالنسبة للي ما نشافوش تحليل بتاع المباراة وإلا شافوش سولمان ان بارتي سترقسمتو على دو فيديو تلزيت مش نقسم على دو فيديو دونك تنجمو ترجعو للصفحة الرئيسية تطلقو بارت وان و بارت وو في تحليل المباراة بالتفصيل حللتو الماتش بعد ما اكمل بالتفصيل تنجمو ترجعو وتتفرجو فيه الفيديو متاع اليوم باش نشوفو دونك المنافسة انتا انس جابر القادمة بتاريخ مواجهات مبيناتهم الخصائص متاحها نقاط قوتها نقاط ضعفها انفان دونك كل ما يخص لعبة ماري بوسكوفا واللي هي لعبة تشيكية مرة اخرى باش تكون منافسة انس جابر في الدور الثالث من امريكا المفتوحة انس جابر فانس الرحبوا بكم نرجوكم دونك تشيكية مرحة انس جابر في الدور الثالث من اليو ايس او بان هي ماري بوسكوفا ماري بوسكوفا ديب وصلت قبل 24 ايام مونديال عمولها 25 حاليا ترتيبها 31 عالميا وتقابلت مع اونس جابر قبل مرة برك مرة لكن في دورة ويمبلودون عام 2022 وقتها كان مهو سهل على اونس جابر ضد بوسكوفا وقتها ديار خسرت اونس لستلولا رتيجة ستلاثة بعد رجعت بعد رجعت بقوة وسيطرت على جزء الاخير من المباراة بشكل كامل وربحت ستة واحد ستة واحد عندها نقاط سلبية وعندها نقاط ايجابية بوسكوفا كما اي لعبة خنشوفوا دابار اخر نتاج لي عملتهم ماري بوسكوفا قبل ما جي لويسو فان وبعد نتعده لنقاط قوة وضعف ماري بوسكوفا بعد ومبلودون شركة بوسكوفا في تروى تورنوى في براج في موريال في سنسيناتي في براج خسرت ديلو برمير تور في الحقيقة ضد اللعبة جاكلين كريستيان في تروى ستة ثم شركت في موريال ووصلت تروى زيامتول وخسرت ضد كازاتكينة في دوسات السيست روى ستة واسيس كاتر وانفان في دورة سنسيناتي تحت في الربع النهائي ضد ميكوفا وفات هي انسحبت في وسط الماتش وقل خسرت روى زي رو تعرضت لي السابة وانسحبت هذا ما اخر نتائج متاع ماري بوسكوفا مع العلم وانه في غران شليم متاحها السناء على الاقل في الاستراليا وفي رولان غاروس تحت من البرمي تور وفي يوم بلودون وصلت الكاترين تور يعني الان ويتيام دو فينال وانسحبت هذا هو النتائج الخرانية متاحها اكيد نتائج اضوما بش يعطيونا فكرة على البرفورمانس الحالية متاع ماري بوسكوفا كما تراو تمر بفترات ضعف وفترات قوة مرة تطلع مرة تهبت مهيش ثابتة في الاداء متاحها وذي بداي داير من نقاط ضعف ماري بوسكوفا واللي بش نرجو نحكو عليهم توت سويت بارتكوليير مان سناء ما وصلتش الادوار متقدمة برشا برشا لو في تولي تورنوى اللعبتهم رحسن ترفورمانس عملتها سناء هي ربع نهائي وداير مش في تورنوى كبير بالنسبة للنقاط قوة وضعف ماري بوسكوفا وذي أساسا اللي همنا في الفيديو ذي فهي انفانت كونت ساعة لعبة تشيكية ولحظتوا انه رياضة التنس في التشاك النسائية قاعدة تطلع بشكل استثنائي وصاروخي كيما قال لي حاتم اسبانيا في الرجال وتشاك في التنس النسائي فعلا نجمو نعتبروهم فريمان أبتال العالم وطاو نرجعو ان شاء الله نخلص عيوفا الويسوبين ونلقاول في ذا هطاو نهبت فيديو نحكي فيه بأكثر عمق وتفصيل حول التفرى ذي في التنس النسائي غادي في تشيكيا والأسباب ماري بوسكوفا ذي مولودة عام 2008 يعني عمرها تقريبا 25 سنة معروفة بالأسلوب اللعبة المتنوع خليط ما بين الصلابة الدفاعية وعندها قدرات هجومية زادة لا يستهانوا بها وهاني طاو بش نعطي بالتبعاء التفصيل تعنيقات قوة وضعف اللعبة بوسكوفا نبدو بالنقات القوة أول نقطة قوة بالنسبة المشكوفة هي القدرات الدفاعية متاحة نجمو نعتبروها لعبة دفاعية بامتياز ونقطة دي حكيت فاهم بارح راهو مشكلة بالنسبة طول الانس جابر كان متحسنش من الارسال متاح راهو لاعبات الدفاعيات يقلقوها ياسر في الارسال متاح دانك يولي عبق يعني بالنسبة الانس جابر الارسال متاح كما قاعدين نروا فيه في بريود الاخرى الكل يعني انس جابر الي بوكو بلي زالاز في الاستقبال كفي الارسال دانك لو كان انس جابر تحسن انكور انبو في الارسال متاحة ضد بوسكوفا بيش تحط الضغط بشكل مباشر من اول النقطة على المنافسة متاحة وهي تكون مسيطرة على اليشانج المهم دانك بوسكوفا هي لعبة دفاعية بامتياز كباب بيش ترجع الكرة الصعاب كما رينا بارح لعبة نوسكوفا اما الفرق وانو نوسكوفا هجوميا خير من بوسكوفا اقوى بوسكوفا ولا نوسكوفا لا لا نوسكوفا اقوى رغم اللي الترتيب متاحة اقل من بوسكوفا تعرفوا الترتيب العالمي ساعات لعبة متشاركش في ديتور نواة متاخذش نقاط دانك ما تقدمش في الترتيب رغم اللي هي تكون مستوها متميز والعكس فما لاعبات يشاركوا ياسر يدبروا نقاط منه ومنه 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 ويتقدموا في الترتيب دانك سورتو بعد العشرين الاوائل من العشرين حتى تقريبا الستين رافيب العالمي غادي كما هوش ريفيرانس كبيرة ياسر دانك الخلاصة هو انو دفاعيا كما قلت اللعبة بوسكوفا راهي متميزة برشا 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 يعني تتوقع وتستبق التحرك متاع الادفرسير وهنا دانكيزم انز جابر تفاجأ تعملش الحاجة المتوقعة وتحاول ديما تفاجأ وتكسر الريتم في الإشانج افيك بوسكوفا بوسكوفا كوراتها العميقة برشا 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 يعني من نقاط قوتها هي دقتها في الكورات العميقة اولا قرب من الخطوط لنهائي كلها التيران ليجلما عندها تنوع كبير في الكورقة قادرة بش تعط حط الكو بلا لبال نفتي ليسليس ليسليس ليسامورتي يعني الدروب تو عندها قدرات في ήτανواere الكل ما هيش متميزة فيهم الكل يعرف كل شيء اما هواش متميز بحد شيء تنوع ذي هو السلاحة اللي تقلق بيها لذات فرسير متاحها جنيرال المعرى تلزهم بش يعملوا اخطاء يعني هي منك نوع اللاعبات اللي تتماعش من اخطاء المنفس يعني تلزك بش تغلط وهي تستفيد يعني هي متغلطش برشا وتفرسيك بش انتي تغلط الجالمو هي عندها عقلية محاربة يعني كتب دعا تيران تعمل كل ما في وزحها بش تربح طرح يعني تصار على كل نقطة واذاك عليش تقعد دي ما تخوف كونها تناجم ترجع في الماتشوات حتى تبدأ هي خاسرة طرح المنفس متاحة يبدأ مسيطرة عليها بسبب كالكومبا تيفيتي متاحة اللي كاببلو في برش مرات رجعت فيها طرح صعاب وفكت باه هذو ما دونك نقاط قوتها ما لا وضعي توليه منها اكثر اشنية نقاط ضعفها اللي تناجم تلعب عليهم انزجابر وتستفيد منهم وتركز عليهم سيرتوب اولا البويسانس ما عندهاش البويسانس في الكورات متاحة اللعبة بوسكوفا يعني كوراتها ماش قوية وبالتالي انزجابر اللي كاببل بش تاخذ الكورة بالراحة وتحاول هي اللي ديريجي اللي يشانج ذاك عليش اللعبة بوسكوفا مثلا كي تلعب ضد سابالينكا متلقايش روحة بالكل ولا ضد ريباكينة ولا ضد جفيانتك بسبب بك سيرتوب ريباكينة وسبالين كمان بسبب بك القوة متاع ضربات متاحهم وهي ضربات متاحها مامش قوية ياسر دانك النقص في البويسانس في قوة الضربات متاحها ذا ديفو كبير ياسر في اللعبة بوسكوفا يعني فينا المالا كان انزجابر الفراب فار وتكون كوراتها بالقوة المطلوبة وذا يستوجبوا انها تكون معتها استرجعت بدنيا من هنا الغدوة وصل وقت الماتش لكان دانك تسترجع بدنيا وبالتالي البويسانس يكون موجود في الكورات متاحها فانها تنجم بسهولة تما تسيطر على التبادلات مع اللعبة كما بوسكوفا كما قلت بوسكوفا من اكبر نقاط ضعفها هي الكورات متاحها تنقص من برشة قوة مهمش قوية ثاني نقطة ضعف في بوسكوفا ومرتبطة بالنقطة اللي فاتت هو السيرفيس اكيد مدام الكورات متاحها فيهم بشكل قوة دانك اكيد السيرفيس ما هوش بشيكون به سفادوسوة دانك الارسال متاع بوسكوفا يعتبر من اكبر نقاط ضعفها ولك علاش دانك انس جابر فاسين مورا وتناجم تكسر الارسال متاع بوسكوفا يعني ربما متصور انا في ماتش غدوة تكسير ارسال بوسكوفا بشيكون بالنسبة الانس اسهل من تحقيق الارسال متاحها يعني العركة بش تكون تصورها شكون مش يربح الارسال متاحها بسبب كما قلنا وانه انس جابر بريودة ذي الارسال متاحها حتى هي ضعيفة دانك بوسكوفا تلقى برشة مشاكل بش تحقق نقاط سهلة في الارسال على الارسال متاحها وخصوصا وقت اللي يكون رد الارسال من الادورسار يكون اجريسيف قوي فريمان تضيع فيها كمبلتما ريناها في ضد لعبات اللي عندهم الكورات القويس فريمان دوخ دوخ كتلعب مع لعبات هذو كما تلقاش روحها بالكل بكل بكل فريمان تضيع كمبلتما عالتيرا ايقالما احنا قولنا مبكري عندها قوة صلابة وتناجم قادرة على ترجع في الاطراح لكن في نفس الوقت عندها مشكلة في اللحظات الحاسمة في الماتشوات تلقى دي ديفيولتي كيفاش نقولو دو جيري لابريسيان دون الممان كلي اي كريسيو دي ماتش هذو ربا ماش نجم نقولو على تصرفها في اللحظات الحاسمة والمهمة في الماتشوات وثبا ماتشوات خسرتهم بسبب ديفو هذو يعني في اللحظات المهمة الكلي يتضيع فيها بلغتنا الدار جاي وهذا في برشة مرات يؤثر على القرارة متاحها في نوعية الكورة اللي بيش تلعبها وهكاكا بتباعة بيش تعمل للموفي شواء صفادو سواء انفان نقطة الضعف اخرى يجزمنا نوهولها هي بطء الحركة متاحها مش قولو بطء يعني اما محدودية ولا محدودية الحركة متاحها يعني كيتكثر عليها من تغيير مناطق اللعب تولي توحل كريمان توحل في الحالة هذا لغم اللي هي لعبة دفاعية لكن دايستان ديفو بارمي لديفو دو بوشكوفا كما ترون عندها بارشة نقاط ضعف نرجمو نختم عليهم بالجداء بالجداء ونستغلوهم بالجداء 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 لان انص كان تركز ما نقولوش تركز روح على خاطر احنا طوام منافس الاساسي متاع انص جابر هو اللي تدو سنتين متاح القيناها وليناها مبارح تحسن بارابار الماتش الولاني لكن مازال متأثرة وتعرفوا اي البرانشيت والامراض الضومة في الجهاز التنفسي يخليوه التراث متاح حتى كواحد يابرأ التراث تقعد ديقو عن تال بريود ما بعد المرض يفشر في الساعة ما عندوش الجهد والقوة باش يتنفس بعد ما يبذل مجهود كبير هذا كعليش تو ديبا دوالا ركوبراسيان اللي باش تصير لها في النهارين عزوما هي اليوم مرتاحة دانك طان ميوو وانو تان ميوو انو جين هنا في غران شليم بحيث ديما عندها نهار راحة ما بين الماتش والماتش وذي الحمدولله هو اللي قاعد يعاون فيها الى حد الان دونك ان شاء الله ها غدوة تكون فريمان انطاب واذا كانت انطاب اللي كنت نحكي فيه على نقاط ضعف بوسكوفا يخليه وانو انو جابرا قادرا كما قلت مبارح ما ننصورش وانو بش يكون اصعب من ماتش انتاع مبارح ماتش مبارح صعيب برشة دونك لو كان تبدأ انفارم يعني صحيا ترجع لباس بحول الله مثلا ما كان الخير ولا هكا نكونوا سنة لنهاية الفيديو اذا ما تنسوش بعد انا ما زال ما عملتش ملخص اليوم الرابع مبارح ان شاء الله قبل ما يبدأوا الماتش ويتمطاع على العشية ان شاء الله انهبت فيديو ملخص اليوم الرابع وانضمن فيه ونحط فيها الكلمة اللي قالتها انس جابر في اخر الماتش وربما حتى الكلمة اللي قالتها في المؤتمر الصحفي بعض المبارح كنت معكم ولد بالحجم تونس شكرا على المتابعة الى اللقاء لائد اشتروني اشتروني